فلما نتكلم عن هذه الدولة تعالى أوريلك ومش هقولك أنه دي جوهارة التاج الاستثماري المصري صحيح هي أكبر استثمار أجنبي مباشر حصل في تاريخ مصر بس تاني يوسف اللي مش خبير اقتصادي بس اللي واثق جدا ومؤمن جدا لأنه إذا كان لي حظ فأنا حظي الوحيد أنه أنا بحكم بالمنطق مش بالعاطف اللي جاي أكبر من كده بكتير صبرا شوف يا سيدي المشروع شراكة وليس بيع أصول مصر سيكون لها 35% من الأرباح زي ما كنت مشرح لحضرتك الاتفاق المالي لهذه الشراكة بيتضمن الجزء المالي اللي بيسدد كمقدم والآخر حصة من الأرباح المقدم هو اللي بقيمة 35 مليار دولار تدخل إلى الدولة خلال شهرين الدفع الأولى زي ما شرحت لحضرتك 15 مليار دولار بعدها بحوالي شهر ونص هيبقى يعني الإجمال يبقى شهرين هيبقى فيه عندنا كمان 20 مليار دولار يبقى الإجمالي 35 أيضا يا سادة كرام زي ما كنت بشرح لحضراتكو عندنا مستهدف 8 مليون سايح أيضا يا سادة كرام لولا بنية أساسية حقيقية وقتها أنا أتذكر برضو لما جي الرئيس تكلم وقال إحنا بنعمل بنية أساسية أفكركم كويس الرئيس قال نصا كده قال إحنا استلمنا البلد دي كهن وما كانش فيها حاجة وبدأنا نبنيها من أول وجديد طب ما هو الكلام صح هو إحنا ما كانش بيجي لنا حد لإيه الناس هتيجي على كهنة كانت لازم البلد تتبني من أول وجديد قال لك هو أنت كل حاجة بتصرفه على الطرق والكباري الطرق والكباري جابت ده القطار السريع بنعمل بيه إيه جايب ده شبكات معالجة الميا والتحلية بنعمل بيها إيه ده ده طيب أكمل لك الدفعة الأولى 15 مليار دولار منها 10 مليار سيولا مباشرة ده التحويل الخارجي المباشر 10 مليار أما الخمسة مليارات اللي موجودة في البنك المركزي فدي اللي بتتحول لجنيه مصري تبقى جزء من المساهمات بتاعتنا طيب شركة أبو لا لسه استهد اللي فاتت يا جماعة لسه ده أنا كان في عندي نقطة لسه قلتالي بتاعت شركة أبو ظبي القابضة شركة أبو ظبي القابضة تتنازل عن جزء من الودائع الموجودة في المركزي الإجمالي بتاعها 11 مليار عشان كده كنت بقولك 11 مليار دول كان ودائع إماراتية حطها الإمارات في البنك المركزي المصري طيب بتصنف إيه؟ بتصنف جزء من الدين الخارجي المصري لما أنا 11 مليار دولي أصبحه بتوعي ملكي عارف الكرة دي بتاعتي هي فعلا بتاعتي يبقى الدين بتاعي نزل قد إيه؟ نزل 11 مليار في شهرين عالا نروح للسلايد اللي بعد دي احنا دع نولنا البسيط رسل حكمة بالأرقام لازم الصورة دي يا خبرة بي دي صورة يعني الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي تمانها أكتر من 185 مليار دولار 35 مؤدم و150 ضخص تسماري قليل الإيمان برضه في ناس كده قليلة الإيمان العشرين مليار دولار اللي جايين بعد شهرين دول 14 مليار سيولة دي اللي جاية اللي قلتلكوا عليها بتاعت بحرقة اليمامة والجزء المتبقي من الودائع هو الستة مليار دولار ساداتي الكرام ساداتي الكرام رأس الحكمة هو بداية الاستثمار الأجنبي المباشر هنشتغل على الثلاث مدن التانيين ده مما لا شك فيه أنا ما عنديش أي معلومة لكن أنا بقولك أدفع نص عمري إنه فيه أكتر من جهة بالتأكيد بالتأكيد الأسبوع ده هتبدأ تتصل بالحكومة المصرية اللي لم تكن بدأت الاتصال بالفعل كويس؟ ده مجرد حدث ليس إلا توقع اعتبروا أمل مفيش مشكلة ده هيسمع في السوق السوداء سمع بالفعل في السوق السوداء هيسمع على أسعار البضايع هيسمع بسي هيخد وقته علشان تبقى عارف هيسمع على معدلات التضخم هيسمع بسي هيخد وقته علشان تبقى عارف وقته قد إيه مش عايز أجزملك عشان محدش يقعد التاريقة وإن كنت أنا ما بخافش من التاريقة وقته قد إيه ممكن يخده من شهرين لتلاتة علشان تحس بالفعل إن الدنيا اختلفت لكن وارد جدا تنزل بكرة الأسواق تلاقي الأسعار بتتغير في بعض المتاجر الكبرى بالفعل غيرت أسعارها وانا وانت بنتكلم في بعض باقيعي الأجهزة الكهربائية غيروا أسعارهم وانا وانت بنتكلم ده حصل بالفعل ده واقع اللي مش مصدق ينزل السوق يسأل السوق المحرومش انتخسرها ده حاجة مش لازم تشتري لان ما تلاقي السعر اختلف تعرف إن الله حق يبقى شيء مهم قوي مطالبة الدائمة للحكومة الأجهزة الرقابية تشتغل نار نار وشرار والسادة المحافظين من العين دي قبل العين دي أرجوكوا كملوا دوسوا انزلوا جوه الأسواق ما تسكتوش دي أهم حاجة اللي حصل عظيم وعملاق وعاوزين نحافظ عليه ونستثمروا الاستثمار الأمثل